في أحد أزقة منطقة أسينيورت في مدينة اسطنبول افتتح أحمد معرضه الخاص للرسم بالفسيفساء هي حرفة دمشقية تعلمها منذ تسعة عشر عاماً ويعمل بها هنا منذ خمس سنوات ينهي آخر لوحاته التي يعبر بها عن أمله بالعودة إلى بلده من هذا الطريق البازلتي ويقول أن الغربة فجرت لديه أحاسيس عكست على جميع لوحاته هنا بحس حالي أنه عم نحط الروح الشامية التي عشناها نحن في سوريا بإسطنبول وأي أحد يحب أن يعيش هذا الجو مثلا ممكن مطعم أو ببيته تتنوع اللوحات بين مناظر الطبيعة وصور أحياء دمشق وصور شخصيات هامة وكتابات عثمانية وتتراوح الأسعار بحسب الجهد المبذول فمنها المحفورة ومنها الملساء وتستغرق اللوحة الواحدة وسطيا أسبوعا كاملا من العمل أول سؤال الأتراكي بيسألونها يعني أنه هاي فيها بوايا شيء أو بدهان أو شيء لا هو كله ألوان طبيعية والخام المرمر الطبيعي هي مصنوعة من المرمر الطبيعي وجدت لوحات أحمد رواجا هنا في تركيا عند العربي والأتراك على حد سواء وقام بتصدير خمسين لوحة إلى أوروبا بينما باع مئة لوحة في معرضه هذا تعرفت عليه من خلال صديق لي هو يقوم بصناعة لوحات جميلة جدا سأقوم بشراء لوحتين يطمح أحمد أن يشارك في معارض عالمية يمثل الفن الدمشقي فيها وأن يطور عمله كي يضع بصمة سورية في كل مكان من وسط دمشق إلى وسط اسطنبول انتقل أحمد فارا بروحه وأسرته وحرفته آملا بالعودة من جديد إلى دمشق التي ترافقه في كل لوحاته ولحظاته إبراهيم الحريري أورينت نيوز اسطنبول ترجمة نانسي قنقر